أريد القيام بتغيير الملكات داخل منحلي لأنها ملكات قديمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل القناة التعليمية هناك كثير من الإخوة النحالين يطرح سؤالة أريد القيام بتغيير الملكات داخل المنحل بجميع الخلايا لكن هناك إقراءات ونصائح يجب على الأخنع حال اتباعها بدقة كيف نقوم بتغيير الملكات داخل الخلايا التقليدية أو الجبح البلدي كيف نقوم بتغيير الملكات داخل الخلايا الحديثة بجميع أنواعها سؤال يطرح نفسه كم وكيف ومتى يتم تغيير الملكات يجيب على هذا التساؤل الأستاذ الفاضل الأستاذ عايش الأهدل من اليمن فكونوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم هناك أدد كبير من الزملاء والأبناء والأخوان يسألون أن تبديل الملكات ففي هذا الملف الصوتي إن شاء الله نوضح ونبين ما هي الطرق المتاحة لتبديل الملكات ومتى نبدل الملكات بأسلوب آمن لا يتضرر المنحل ولا تتضرر الخلية نفسها هناك أدد بسيط من الخطوات على أن حال القيام بها هذه الخطوات سنتطرق لها في هذا الملف الصوتي هي خطوات بسيطة جدا ما على أن حال إلا أنه يكون على استئداد نفسي وذهني أنه يتدرج بأملية التبديل لا ننصح دائما أنه يقوم بأملية التبديل دفئة واحدة فهذا التبديل قد يؤثر على المنحل دائما يكون أدد الملكات بالمنحل المرشحة لأنها على النحل استبدالها من منظور الشخصي لا تتجاوز الـ 20% من المنحل وهذه الـ 20% لا يتم تبديلها دفئة واحدة خصوصا إذا كان النحل يتهيأ للنزول على موسم مؤين بالنسبة للوقت المناسب اللي دائما نوصيب بها النحل أنه يقوم بتبديل الملكات في بوهو عادة فترة الانطلاق الربيعية فترة الانطلاق لا ننصح النحل باستخدام أمليات التبديل لا ننصح باستخدام أمليات التبديل في مرحلة الفيض الزهرية الخاصة بالرحيقيات عندما يريد النحل النزول على أي موسم رحيقي لا ننصح باستخدام تبديل الملكات دائما تبديل الملكات تكون في فترة الانطلاق حتى يحصل على ملكات ممتازة وتكون هذه الملكات لها القدرة على الاستمرار بالموسم ولا يخسر موسمه الذي هو يريد أن ينزل عليه بالنسبة لتبديل الملكات قلنا دائما أنه يتم تبديل الملكات تدريجيا الملكات الضعيفة يتم تبديلها تدريجيا بعد تقليم الخلايا التي تحتاج تبديل الملكات في الفحص المبكر قبل الانطلاق النحلية أثناء الانطلاق النحلية وبدء تباشيرها وبدء انطلاق النحل يقوم النحال المتابع بتبديل ملكاته يبدلها بالتدريج كيف أبدلها؟ في طريقة لتبديل التبديل الآمن والتبديل الخطر التبديل الآمن هو أنك تبدل الملكة المسنة الضعيفة ذات النشاط الضعيف والتي حكمت عليها من خلال متابعتك ومن خلال تدويناتك وتسجيلاتك تبديلها بملكة ملقحة من النوية وهذا التبديل نسميه التبديل الفقال التبديل الناجح التبديل اللي ما يتركش أعثار تبديلها بملكة ملقحة جديدة نقوم بحبس الملكة ناخذها من النوية نحبسها في كفص يفضل أنه يكون كفص بنتون إذا ما فيش كفص بنتون تأخذ مباشرة الأكفاص الذي يستخدمها النحل النحل وهي لفافات الشعر نقوم بإمساك الملكة قلنا من النوية وحبسها ثم الأودى البلدي نقوم باستخراج الشم حقه كامل ثم صبه في جونيا في ساطل في كرتون وإمساك الملكة هناك مجموعة من الزملاء يكونون لديهم لديهم الحنكة والخبرة بحيث أنه يمسك الملكة الضعيفة الصباح الباكر على آخر قرص شمي الملكة تظهر في الصباح الباكر على آخر قرص شمي تظهر الملكة فيقوم الشباب بمسكها وهذه طبعا مهارة لكن نحن دائما نقطع نحال الخيارات الكثيرة الخيارات الأخرى إنك تستخرج كل الأكراس الشمية تقوم بصب الأود بأجاب بكيس بأي مكان وترجع الأود سريعا لمكانه تمسك الملكة ثم تقوم بتأتيب الشم مرة ثانية خصوصا الحظنة وحبوب اللقاح وتقوم بحبس الملكة ورفعها بجانب الأكراس أقلى لا تترك الملكة بالأرضية ولكن رفعها أقلى هذا بيسهل أملية قبولها تحبس طبعا الملكة لمدة 24 ساعة يجينا حال يفحص الملكة الملقحة أنها قام بمتابعتها مباشرة يطلقها وتكون ناجحة هذا التبديل الناجح وتبديل الفئال أما بالنسبة لل بالنسبة للتبديل الخطر وهو إحضار أضراء إحضار ملكة أضراء لم تطلقح بعد نفس الكلام نأمل هذه الخطوات كله لكنها الخطوة الأضراء أنك تبئد من الخلية كل الحضنة المفتوحة الملكة الملقحة لا نبئد الحضنة المفتوحة لكن الملكة الأضراء نبئد كل الحضنة المفتوحة نحبس الأضراء لمدة 24 ساعة ثم نطلقها ونتابعها هل النحل أمسك بها أو لا نشكر الأستاذ عايش على هذه المداخرة المقتضبة والسريعة في نفس الوقت حول تساؤل الأخ النحال كيف يتم تغيير الملكات في المنحل أو للمنحل بشكل عام طبعا أضيف إلى ما ذكره الأستاذ عايش عندما نقوم بالتقفيص على الملكة هناك بعض الأنماط يجب التقفيص عليها ثلاثة أيام أي 72 ساعة تقريبا عندما نقوم بحفصها 24 ساعة ثم إفلاتها مع النحل نتابع هل سيتقبلها النحل أو لم يتقبلها إذا لاحظنا عدم قبولها من جانب النحل وقام بمهاجبتها ومحاولة التكور عليها وقتلها نقوم نحن بإجراء سريع للمحافظة على هذه الملكة نقوم بالتقفيص عليها وحبسها كما ذكرنا 72 ساعة ثم نقوم بإطلاقها مرة أخرى داخل الخلية تحياتي للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة